نشرة الأخبار من إيبال تيفي إلى العناوين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 67 محكمة الليد تدين مستوطنا إسرائيليا بقتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية مخاوف من تدهور الوضع الصحي والغذائي في مخيمات اللاجئين فلسطينيين بسبب كورونا بعد إغلاقها بسبب كورونا منذ الثالث عشر من مارس الماضي الدنمارك تعيد فتح مساجدها من العناوين إلى التفاصيل أكد جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير على حدود 67 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين وعرب بوريل كما نقل موقع صحيفة إسرائيل هايوم العبرية عن قلقه العامق بشأن مخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن ضم الأراضي الفلسطينية وحث بوريل إسرائيل بقوة على الانتناع عن أي قرار أحادي من شأنه ضم الأراضي الفلسطينية في مخالفة واضحة للقانون الدولي حاكمت محكمة إسرائيلية على مستوطن بتهمة قتل طفلة فلسطينية ووالديها في حريق إجرامي عام 2015 وهي قضية تعكس توترات بشأن الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة كما وجدت محكمة الليد في وسط إسرائيل أن أميران بن أوليل البالغ من العمر 25 سنة مذنبا بارتكاب جريمة قتل وإشعال النار والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية في يوليو 2015 توفي الطفل علي دوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرا حرقا أثناء النوم في منزله في دومة بين نابلس ورامالله وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 67 أدى تخفيق إجراءات الحجر الصحي في الأراضي الفلسطينية والمخيمات إلى خروج المواطنين من العزل دون أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا ومع تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تنامت المخاوث من تدهور الوضع الصحي والغذائي للاجئين وتم تشكيل لجان شعبية في المخيمات لمتابعة أوضاعهم وحمايتهم وكالة أنروا كثفت اتصالاتها للحصول على مساعدات تجعلها قادرة على توفير الدعم للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان أعادت الدنمارك فتح أبواب مساجدها أمام المصلين بعد إغلاقها منذ 13 من مارس أذار الماضي في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا يأتي ذلك بموجب قرار لوزارة الكنيسة الدنماركية بإعادة فتح الكنائس ودور العبادة المختلفة في البلاد ضمن إطار إجراءات المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية عقب تراجع انتشار كورونا وعقب بدء سريان القرار استقبلت أغلب المساجد في الدنمارك مرتاديها من المصلين وفق تدابير وقائية كشفت عنها وزارة الكنيسة في البلاد وأبرز هذه التدابير تخصيص مساحة أربعة أمتار لكل شخص وتعقيم اليدين عند الدخول للمسجد انتهت النشرة دمتم بخير اشتركوا في القناة